ترأست سعدة سيدة سارة بوحجي رئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الدورة الحادية والعشرين بعد المئال المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة والذي يقيم في مدينة برشلونة بمملكة إسبانيا الصديقة ونقش اجتماع المجلس التنفيذي العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء والمتعلقة بإيجاد أفضل الحلول لتطوير القطاع السياحي أكدت بوحجي خلال الاجتماع أن قطاع السفر والسياحة يعد من أهم القطاعات الاقتصادية حيث يشكل ركيزة ومحركة أساسيا للتنمية المستدامة في العديد من دول العالم وبات يثبت قدرته ودوره الحيوي كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول وبينت بوحجي أن الهيئة تفخر بتنظيم المنتدى العالمي للسياحة الأطعمة في نوفمبر 2024 والذي يعتبر أكبر فعالية متخصصة في سياحة الأطعمة على مستوى العالم هذا وتأتي مشاركة هيئة البحرين للسياحة والمعارض في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في إطار التعاون المستمر بين مملكة البحرين ومنظمة السياحة العالمية لتطوير منظومة متكاملة للقطاع السياحي على مستوى المملكة والمنطقة والعالم وفق أفضل الممارسات الدولية